السلام عليكم طلاب شرح المحاضرة الأساسي بعد ما أخذنا هذه المحاضرة تكملة الميتابلزمات الفيس 1 بعد ما أخذنا الأكسيديشن الأوراماتيك رينج الأكسيديشن الأوليفين الأكسيديشن البنزايلك أول كاربون تطلع عمنيا من الحلقة الأوراماتية كذلك الألايلك وكذلك أخذنا الأكسيديشن الألفا كاربون مات الكاربونيل والأمين وكذلك الأكسيديشن الكاربون مات الألفاتيك والألسايكليك هس رح نجي للأكسدة لكاربون هتيرو أتم سيستم يعني الكاربون الكاربون من يرتبط أما بأن الكاربون يرتبط بأكسيديشن أو الكاربون يرتبط بسيلفر يقول لك أنه النايكتروجين والأكسيديشن هي تكون الفاكسيديشن 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 يعني أكثر الشائح وشيكون الهتيراتهم النايتروجين والأكسيديشن السيفر الفاكسيديشن أكثر الأكسيديشن يعني مثل ما يقول أقل أقل شيء من النايتروجين والأكسيديشن فالميتابوليك أوكسيديشن أو الكاربون نايتروجين كاربون أوكسيديشن كاربون سيلفر سيستم برينسيبولي ينفلوف تو بيسيك تايب البيوترانسفورميشن يقول لك يا بإنه عملية الميتابوليك أوكسيديشن يعني الكاربون هتيرو أتم أو يعني نفصل لك ياها قال لك الكاربون نايتروجين الكاربون أوكسيديشن الكاربون سيلفر يعني شنو راح تكون بيها تو باثوي المسار الأول أنه أنا أسوي هايدروكسيليشن أسوي عملية أكسيديشن للكاربون أتم أنه أنا ممكن أسوي عملية هايدروكسيليشن للكاربون الكاربون يعني المرتبطة مباشرة أما بالن أو المرتبطة بالأو أو المرتبطة بالأس شنو أنه أنا أسوي عملية هايدروكسيليشن عليما على ذرة الكاربون المرتبطة المرتبطة مباشرة بالهيتيرو أتم The result intermediate is often in-stable and decomposes يعني راح ينطيني intermediate يعني ممستقر وممكن شنو يتحلل شو يتحلل؟ إنه أنا أسوي لك يعني شو أحلل أحلل الأسرة بين من؟ بين الكاربون والهيتيرو أتم إنه أنا أحلل الأسرة بين الكاربون والهيتيرو أتم فالأوكسيديتف نايتروجين والأوكسيجين والسلفر دي ألكيليشن والأوكسيديتف دي أمينيشن والأوكسيديتف والأوكسيديتف والأوكسيجين والأوكسيجين هم بعدين توضع عندك إذن هسا الملخص من هذي حاجة كلا شنو إنه أنا شنو خليني وضحب بهذا بهذا أو بهذا مثل ما يقول القانون العام شو عندي أنا؟ عندي هذا الـ عندي أكس الأكس يمثل لك يا أما أن أو أس هذا هو الكاربون هذه الألفا كاربون إذن هي هذا الكاربون اللي راح أسوي لها عملية هايدروكسيليشن شرط هذا الكاربون شي يكون عليها يكون عليها هايدروجين على مودي السر لها عملية الهايدروكسيليشن شو أحصل العملية؟ يجو أو أتش يجو أو أتش هنا أنا فاش تنطيني تنطيني انترميدياة يكون إنستايبول أسميه بالكاربونول تسميه أسميه بالكاربونول هذا الـ هذا هو الانترميدياة يكون إنستايبول إذن ما سويت شي فقط أنا سويت عملية هايدروكسيليشن للكاربون المرتبط بشكل مباشر بالهيتيوراتم يعني هاي الأكس ممكن تقلنا تكون أن أو ممكن تكون أس فأنا شنو راح أسوي عملية هادروكسيليشن للكاربون زي المرتبط بشكل مباشر بالهيتيوراتم فشنو ضبت الـ OH هذا هو الـ OH فانطاني انترميدياة يكون إنستايبول فشنو اللي راح يصير عندي اللي راح يصير عندي هذا الـ H يطلع فشنصر عليه شو حنة سالبة الأكسجين فمن يصير شو حنة سالبة راح تجي أصره هنانه فالـ الأكسجين يشبع الأكسجين و الأكسجين راح يشبع أوكي بعدياً شي يصير انه راح يصير عندك يكليفج شو حصير راح يتحلل ومن ينطق الـ Intermediate راح يصير تحلل يصير يكليفج بين البوند الموجودة بيننا بين الهيتيرو أتم وكذلك الألفا كاربون هذه الآصرة تنفكي الآصرة أين تروح؟ تروح باتجاه الهيتيرو أتم لأنه شنو؟ لأنه أكثر الكثيرو ناكاتف زيب فمن راح ياخذ الآصرة يصير عليه شو حنة مؤسالبة من نطلع H هذا الـ H يجي لمن؟ يجي لهاي الشو حنة فراح يكون لك R X H هذا شنو؟ هذا راح يكون أما يكون Aldehyde والAldehyde تحول إلى حامض كاربوكسيلي ليش؟ لأن الحامض الكاربوكسيلي راح يكون أكثر بولارتي من الـ Aldehyde أو ممكن يكون كيتون شو وقت يكون Aldehyde وقت يكون كيتون من تكون هذه المجامة هذا هنا إذا كان هنا H وهنا H هذا Aldehyde وهنا 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 CH3 مثلا أي مجموعة يعني R سنقول سوف نقول R فنهم Aldehyde إذا هنانا R هنانا Ketone واضح؟ إذن أسوى عملية راح أسوى عملية Hydroxylation للألف كاربون اللي يمتصل مواجهة بالهيتيرواتم الهيتيرواتم اللي هم نايتروجين سيلفر راح أضيف OH على أذرة الكاربون راح يمطين الانترميديات هذا الانترميديات الساوء للآصرة الموجودة بين الهيتيرواتم والألفا كاربون راح تروح الآصرة باتجاه الهيتيرواتم راح يشكون يكون علي فالشياخذ ياخذ الهايدروجين اللي طلعت اللي طلعت من الانترميديات اللي هو الكاربونون وشنو يمطيك يمطيك R وكذلك يطلق مجموعة كاربونين هذا الكاربون يمكن أن يكون الألدهايد الألدهايد تتحول إلى حامض كاربوكسيلا تكون أكثر يكون هايدروفيلة ويطرحه اليورن أو يكون كيتون الباثوي الثاني إنه أنا أسوي أوكسيديشن أو هايدروكسيديشن عفوا أو أوكسيديشن المن للهيتيرواتم راح أسوي هاي العمل يش يصير أصير فقط للأن والأس المن يصير أصير فقط للأن والأس ليش لأن أي اوه هوه فما Sierra رح يتقبل الأوه ما يتقبل الأوه الأكسيديشن هو وهوه فما رح يتقبل الأوه إذن راح أسوي office بالأني العملum راح ينطيني N-hydroxylation هنا عدك شرط لازم ال-N بيها H لكن بال-N oxidize لا هنا عادي ال-N ما بيها H عادي بس N أما ال-hydroxylation للسلفر راح ينطيني هو عبارة عن R هذا هذا السلفوكسايد أو من أسوي Oxidation للسلفر راح ينطيك السلفون اللي هو عبارة عن R S ال-S يعني مو على شكل ثابت مرة يكون يعني مرة يشبع بأصرتين و مرة يشبع بأصرتين أو مرتين مرة بلاق بستة يشبع عندك مرة بثنين مرة ببعة مرة بستة فسرح نجي اللي نجي الأول نوع حسبك مقدمة هسرح نجي الأول نوع اللي هو Oxidation Involved Carbon Nitrogen System يعني أنه راح أسوى عملية Oxidation المل الكربون المتصلة بالنيتروجين فيقل لك أنه الميتابولزم أوف النيتروجين functionalitis اللي هو عدنا الأمين الأمين الفunctional group مالتين مهم عدي NH NH2 R يعني مرة ممكن مو هذا إذا كان أمين أولي إذا أمين ثانوي يعني سكندر أمين راح يكون R NH R يعني R2 NH إذا كان tertiary راح يكون R3 N زين الأمايد يكون عندي NH2 مجموعة كربوني هذا إذا كان أمين أولي الأمين الثانوي إنه أنا يمكن يكون عندي مجموعة كربوني NH R إذا أمين الثالثي فمجموعة كربوني NR2 إذا أنا عندي الميتابولك أوف النايتوجين فممكن يكون أمين والأمين ممكن يكون الأمين أولي أمين ثانوي أمين ثانوي والأمايد أمين أولي أمين ثانوي أمين ثالثي فإيش هم تكون أمبورتن لماذا أمبورتن إذا بكوز such functional group are found in many natural products لأنها تحتوي على النايتوجين فالنايتوجين هو يحتبر مكون طبيعي مثلا عندك المورفين الكوكايين النيكوتين أنت يعني موجود يتكون يعني يعني ممكن موجودة بالذرقات اللي شتكون بعديل من الذرقات المهمة مثلا عندنا الفينو فيازين مثلا عدي الانتهيسامين مثلا عندك التراي سايكلك anti-depressant اللي مضاد الاكتئاب عندك البتا اذر نرجك ايجينت عندك مثلا السمباثو ميمتك اللي هي الفينو الفينو الثلامين اللي مثلا عندك نوبنفرين نوبنفرين البنزو ديازبين هذي شنو هذي كل هاي عبارة عن شنو عبارة عن كاربون نايتروجين هي عبارة عن شنو هي عبارة عن national product مركبة ومنتجات طبيعية لذا شنو راح تكون هي مهمة فهذي الكمباوند اللي تحتوي لك على النايتروجين فانا راح اقسمها اقسمها لثلاث basic classes ثلاث اصناف اقسمها الى اليفاتك واليسايكلك اقسمها الى اورماتك وهتيروسايكلك وقسمها الى اميد مثل ما قلنا الاليفاتك ممكن يكون primary مثل ما قلنا foxy secondary tertiary الالي سايكلك شنو الالي سايكلك الالي سايكلك يعني خنقول مثل يعني الهتيروسايك يعني من يكون النايتروجين ضمن شنو ضمن ضمن رينج عفوما رينج رينج هنقول رينج مدى رينج ضمن رينج زين مثل يعني هش تمام خذي هذا شنو هس هذا هنا طبعا من يكون الالس من يكون يعني المركبات التي تتبع النايتروجين الالس يكلك هاش تكون بس secondary tertiary ما تكون primary ليش هس هنا هن رح تكون secondary هنا ش تكون هنا تكون secondary لكن إذا جه نار تبط CH3 مثلا هذا ش تكون tertiary الأرماتيك الأرماتيك يعني تكون حلقة بنزين حلقة بنزين مرتبط بحلقة البنزين هم عادي ممكن يكون primary ممكن يكون secondary ممكن يكون tertiary وممكن حلقة البنزين مثلا هام نقول Nah مثلا إذا ارتبط NH2 هذا هو primary زين إذا رحت مثلا هنا O هذا secondary إذا رحت star R O هذا tertiary the tertiary يكون semanas secondary يمكن أن يكون سكندري وممكن يكون تيرشري. الأمايد. الأمايد ممكن يكون ألفاتك. يعني عادي عندي أمايد ألفاتك. حال 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 أمين. يعني سلسلة. ممكن يكون والألفاتك همين ممكن يكون برايميري ممكن يكون سكندري ممكن يكون تيرشري مثل ما وضحناه هناك. كذلك الأوراماتيكي ممكن يكون أمايد أوراماتيكي. مثل هذا. بس الفرق. يعني مثلا. ترتبط بي. مثلا. خنقول. سي اصر تين او. ان اشتو. هذي. هذي أمايد. أو العفو. ترتبط بي. هنا مثلا. ان اشتو. هذي شنو. هذي صار امايد. هذي برايميري. اوراماتيك امايد. إذا اجي ار. هذا سكندري. برايميري. سكندري. اوراماتيك. امايد. اذا هنا نلاحظت الاجساط. ار. 2 هذي تيرتشري. اذا. هس هذا. كما قدمه. هس راح نجي النوع الاول. هس هنا. هنه هيدي. الموضوع. التيرتشري. اللي فاتيك. اندل. اللي سايكليك امي. فعملية الاوكسيديشن. للان. اللي عملت شنو. هس هنا نجي اول شي. للي. يعني. التيرتشري. اللي فاتيك. احنا عرفنا اللي فاتيك. اللي سايكليك. اللي سايكليك. وقلنا ممكن يكون تيرتشري. ممكن يكون ساكندر. سرح ناخد التيرتشري. ولا اللي فاتيك. همين نوع التيرتشري. فراح نسوي له. شنو راح نسوي. دي. الكيليشن. ات اس دا. اوكسيديتف. ريموب. اوف. الكيلي جروب. شنو ش راح نسوي. راح نزيل الكيلي جروب. يعني. احسن الجروب. من نزيلها شنو. تكون مجموعة مثل. نسوي. انا دا. اللي سايكليك. زين. كارد. اوت. باي. هباتيك. نفس النزيم. كالساعة اللي تكرر عندنا. اللي هو المكسيت فاكشن. أوكسيديز انزاين. زين. ذا. اينيشيال ستيب. انفولوف. الفا كاربون. هايدروكسيليشن. توفر. الكاربون. الكاربين. 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 الامامين. انترميديات. اقول لك اول خطوة. سوف تكون لك بالترشيري امين سوف تكون لك ما نسميه ما نسميه بالكاربينويل امين كاربينويل امين هذا الكاربونيول امين مثل ما قلنا سوف يصبح كلفج هذا كلفج يصبح بشكل تنوص بشكل تلقائي بين الاصر الموجودة بين الهيثيرو اتم والالفا كاربون سوف ينطيك سكندر امين ومنا نعمل عملية سكندر امين ينطيك برايمر امين وهكذا سوف نعمل عملية للاصر الموجودة بين الكاربون والهيثيرو اتم بين الكاربون والهيثيرو اتم فشنو راح ينطيك سكندر امين والكاربوني ومثل ما اتفقنا الكاربوني ممكن يكون قلده ممكن يكون نيوتون فسنجي نوضح هنا فهذا شنو هذي الفا كاربون راح شنو تجي اتفقنا تجي او اتش شنو ينطيك ينطيك المركب الانستابل تمام اللي هو الانترميدية الانستابل اللي هو الكاربينويل امايد امين ما راح شنو الامايد زي فهاي اسمين سنو هنا راح شنو هذي الاش تطلع يتكون عندك اصر هنانه هذي الاصر تنكسر باتجاه الهيثيرو اتم فالهيثيرو اتم شح يكون عنده شحنه موجبه سالب العفو فراح يجي الاش يكون عندك ار ان اتش فلن متصل ب ار هنانه و ار هنانه اذن هذا راح يكون احنا انتفقنا تيرشاري حسنا تيرشاري لان مرتبط ب 3 ارتباطات هاي الارتباط راح ينفصل لسر الكليفج فراح يتحول من التيرشاري من ثلاثي الى من الى سكندري وشين انطيني وينطيني كاربوني ليش اللي راح يجيني بوند يعني كاربون دبل بوند اوه هاي مجموعة الكاربوني ممكن تكون الديهايد وممكن تكون كيتون هالسه بلا ما فتح شنو بصر واضح يقول لك انجنرال small الكل group such as المثيل الاثيل والايزو برو بايل are removed rapidly يقول لك عم انه انا من تكون عندي مجموعة الكل group هي يعني مجموعة صغيرة فعملية الدي الكليشن عملية ازالتها من الهتيرو اتم هي تكون بسرعة ليش؟ لان احنا قلنا انه الشرط الاساسي يعلمون ان يصير عملية الالفا كاربون المتصلة بمن المتصلة بشكل مباشر بمن بالهتيرو اتم انه لازم تحتوي لك على هاي دروجين اتم لازم تحتوي على هاي دروجين فمن نجي مجموعة المثل هو عبارة عن يدروجين يشتر الأثر الحيال يدروجين الخ يدروجين انه يستطيع بمثلا نحن قد في المتصلة وهذا سيحتوي على هذا الكاربون وهذا سيحتوي لك على H وهذا سيصير لها عملية الميتابوليزم أو عملية الأوكسيديشن لكن الاندي الكليشين للتاشر بيوتايل جروب هي النوت بوسيبل باي ما راح تطيك الانترميديات اللي هو الكاربونو الكاربينول أمين ليش؟ لأن الألفا كاربون هاندوكسيليشن كنوت أكار يعني أنا ما راح تصير عنده هاي العملية هاي العملية نضيف أو أتش للألفا كاربون هاي ما راح تصير ليش لأن لو نجي للشكل مالكي التاشر بيوتايل مثلا ساعدني أو أتش نعم مثلا أي جروب مثلا عفوا لي جروب هسه هذا هو شنو عندي كاربونة هذا الكاربونة بيها ثلاث ارتباطات من ناسي H3 من ناسي H3 من ناسي H3 إذن هذا تحتوى على H ما تحتوى أش لذلك عملية الأوكسيديشن ما راح تصير بيها يقول لك على سبيل المثال عندك الأنبيوتايل جروب موجودة مثلا بدرقات اللي هي البيتا أدرونيرجيك أنتا أغونس مثلا عندك التيربيوتالين وعكذلك عندك السالبيوتا مول فاشنو هاي ما راح تصير لها عملية الميتابولزم اللي هما ذولي هسه شنو هذي هي مجموعة الأمين يعني هذا هو الهتيرو أتم هذي هي الألفا كاربون بوع الألفا كاربون يعني بصورة ايش آها تقريبا بايش آها مكتوبة من ناسي H3 من ناسي H3 من ناسي H3 لذلك عملية الميتابولزم ما راح تصير لها هذا العلاج اللي هو اسمه التيربيوتالين وهذا علاج اسمه السالبيوتامول هم نفس الحالة هاي هذي ألفا كاربون هذي الهتيرو أتم بوع الألفا كاربون ما بي اتش لذلك عملية الميتابولزم ما راح تصير لها إذن إنه لازم الشرط أساسي لذلك عملية الميتابولزم للألفا كاربون المتصلة مباشرة بالهتيرو أتم لازم تحتوي على ذرة هيدروجين The first alkyl group from a tertiary amine is removed more rapidly than second alkyl group the first alkyl group from a tertiary amine أعني ما حصلت لك العملية الميتابولزم الكسرة الأولى أنه أنا مثلا أزيل أول مجموعة الكيل مثلا تأتيك أو يأتيك مثلا هذا ما حصل في التيرشري أمين التيرشري أمين راح يصير عندك مجموعتين الالكيل فانت شنو راح يصير عندك مرتين ازيل شنو ازيل مجموعة الالكيل من الهتيرو اتم فيقلك عمليات الازالة الاولى لمجموعة الالكيل هي ش تكون هي تكون مور رابط لأسرع من يعني ازالة الالكيل انصر يعني بعض الحالات شوف يكون يقلك بس دي الكليشن ممكن ناشنو اسو مرتين للتيرشري الفاتك امين كمان موضح بالامثلة خلنج الامثلة عمود شنو توضح بس هاي معلومة يقلك يا بنا شنو ممكن اسو مرتين يعني للتيرشري الفاتك امين فمنها من وصول المن وصولا للبرايمري الفاتك امين فناشنو راح تكون تحدث شنو بشكل بطيء خلنج الامثلة شو عندي؟ عندي مثلا الاميبرامين هذا الاميبرامين هاي هو هاذا شنو هي هاي الهيتوراة طبعا ليش ما اقول هاذ هاذي هنانا عندك الستيرك هندرس يعني العاقة الفراغية هي راح تمنعنا انه يكون هنانا عند هنالي سير عندي عملية الميتابولزم لذلك انا ما نجي اجيل هاذي الهيتوراة هاذا زين مثلا نجي الاول الاول مجموعة الكيل اش قلني قلني انه العمليات الالكيلة الاولى اللي راح تزيلنها تكون اسرع منين من عميات الالكيلة الثانية اللي راح تزيلنها زين فشنو راح تسوي عملية هادروكسل اش اضيف اضيف او اتش احنا اتفقنا الو او اتش راح يسوي يطلع ال اتش شصير اصير اصر هنا انا اذا هذا علمي ما حصير راح يصير سي اتش ثري اصر اتش نعرف احنا هس الكاربور راح تسب ثلاثة واثنين خمسة لذلك هذا راح يصير اثنين اذا يصير سي اش دو هذا شنو هذا الديهايت هذا الديهايت بعدين يتحول لحامض كاربوكسل ينطرح ويامل ينطرح ويليوران شو يبقى عندك يبقى عندك شنو مطلع هنا مطلع هاشنو راح يصير عدها شو حنة سالبة يجي ال H يصير هنا اذا راح يصير شوف صار عندك صار عندك NH بقص CH3 واحدة NH بقص CH3 واحدة راح يزين هم نفس العملية هم طبعا هي حسب المثال صار هنا شنو صار بالعكس يعني هاي العملية تقريبا صار على هذا نفس الش هم شنو راح اضيف OH هنا زيان مضفة OH هنا هذه آصرة OH قلنا ال H يطلع تجي يصير آصرة هنا هاي شنو هاي تنكس يصير كلفج للآصرة فش يصير شو هنة سالبة تجي ال H بالتجاه ال N فلاح تكون عندك H و H يصير N H2 إذن هسا هنا شنو هنا صار تيرشري أمين هنا صار سكندري أمين هنا صار برايمري أمين هاي شنو صار عندك صار عندك برايمري أمين هنا هم لسلح هاي تكون عندك C H2 حلو حلو علمو شنو يعني تفتهمون ترى بدون حل ما ما حلو فهنا راح شنو راح يتكون عندك ال برايمري لذلك أستاذ نرجع أستاذ نرجع لل بداية شو قايل لك قايل لك هاي قايل لك إنو أنا من راح أسوي ال 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 ممكن أسوي ال ال يمت من صار عنده برايمري أمين هسا هذي أنا أقدر أزيل هذي أقدر أسوي د أمين يقدر وإن الف كاربون هال الف كاربون إذا راح أضيف O H هنا أضيف O H هنا جيد هذا شنو ال H طلع تج آسرة هنا تمام جيد هذا شنو راح تنكسر نا أكو آسرة تنكسر هاي الآسرة يتحول للسالب هنا هذي ال H طلعت تج تج على NH 2 وشتكوون لك كوون لك NH3 لذا شو طلعنا هاي صاد D Amination طلعنا أمين هاي هنا شو حصل عندك هذا مراكب كومين تج هنا CH2 آسرة 2 أو تبقى CH2 لا صر CH ليش لأن الكاربون يشربع بربع أو آسرة حسا هاي نوجه بالتفصيل بس د وضح الكلام الشون قال إنو عمية ال الديالكيليشن بعدين يعني صير الدياميليشن أو يعني ممهدا لدياميليشن نفس المثال يعني نكون مقع الفيديو حلو همي راح تجي مجموعة ألفا كاربون هذي ألفا كاربون راح تجي مجموعة وبدأ تجو OH هنا بعدين الـ H يطلع تج يعني وبدأ يصير سالب بعدين تجي آسرة آسرة مزدوجة زين تنكسر هذي آسرة تنكسر الآسرة تروح بمن بالتجاه الآن الآن ياخذ تشارة سالبة الكتر نكتفش تاخذ تاخذ الـ H لذلك يجي هصير NH وهذا بقى هم شنو راح أسوي له OH سوي له هم أضيف له OH زين الـ H يطلع تجي آسرة مزدوجة زين سير كلفج الآسرة تروح بالتجاه الـ N سير سير تسالبة يجي H يروح لذلك هنا يطلع بالأخير NH وهذا نيطلع NH يعني طبعا المركب بيا هذا هذا أقصد بالأخير تكون NH من من مجموعة كاربوني مجموعة نحن نصير CH بس نحن عمود الكاربوني 7-4 أواصل إن شاء الله يكون واضح يعني نفس 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 حال الفوق وهم حالتان هنا أكوة أمثلة أخرى تترشري أمين يمكن أن نصيرها Metabolism principally Oxidation and D-alkylation هنا أمين أمثلة ممكن ممكن يصير لها عملية Oxidation أو D-alkylation نفس هذا هذا أجب هذا ألفا كاربون سوف يأتي هنا هنا. يجي او اتش هنا. الاش تطلع. تصير. ما يطلع. هي منطلعة. هنا مو او اتش. منطلعة الاش. نحن ندري الاو يشبع بكم آسرة. شبع بآسرتين. لذلك ضل سالب. فمن اجت الآسرة. راح السالب. زين. فمن تنكسر الآسرة. الآسرة هذي تروح بالتجاه. الالكتروني. اللي خطيره اتم. فصير شو عندها سالبة. انا منطلع عندي اتش. يجي للان. لذا اش يكون. لذلك يكون لاتش. يعني يصير ان اتش. يجينا اتش. زين. خيب الخطر والي. فمن اكسر نش العملية الفوق اللي صادت. يصير جوه. تمام. طبعا هذي مني يطلع. اش هصير. هذي اللي يطلع. راح يصير. سي اتش ثري. سي اتش. اصير تين او. سي اتش ثري. هناني. نحسب. واحد. اتنين. ثلاث. اربع. هذي اربع. زين. فهناني شنو. هذي كيتون. هذي شنو هذي. هذي كيتون. نفس العملية اللي صادت هنا. سي اصير هنا. يطلع اج اتش صر c صر ان اش تو. هنانا سي الحالة. همن. يجي او اتش هنا. همن. وصر اصره مزدوجه. يطلع اج ونانا سي الحالة. يعني. المنتجة يتكرر. هنا سي اش تو. سي اش تو. حلوهم. تمام. واذا واجهته صعوبة. راسوني. هنا. ممكن سي عندي. الوكسيديش بالأروماتيك هنا ممكن هناك سجنو أضيف OH هنا هادا أول ميتابولزم هنا همين أقدر أضيف OH هنا زيان هنا همين شنو أقدر أضيف OH هادتر أروماتيك شنو عرفت أروماتيك هادتر أروماتيك إحنا هذي حلقة البنزين هنا أنا آصرة هنا أنا آصرة عبارة كم كاربونة 1 2 3 4 5 6 6 كاربون كم هيدروجين هي المفروض إحنا إذا بنزين كلنا عبارة عن CH يعني H6 بس لأن يرتبط مرتبط هنا أنا مرتبط بCH2 فراحة الأجساء H5 لذلك شنو هذي هاد هم يصر لعملية ميتابولزم بمن بل بالوكسيديشن المن للأروماتيك رنك بس هذي خلي لين شوي مثالة مغاير أشوف هنا أنا حسن بداش نو خلي أضيف أنا O H هنا ضيفت O H هنا زين طلعت ال H صارت شعنة سالبة إجت آسر المزوج راح ترشينها سالبة هنا أطلع H زين ش تكون عندي تكون عندي CH3 آسر 2 O هذي CH3 تروح صار CH2 هذي شنو هذي ألدهات نحن قلنا هو ينطيك 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 مجموعة كاربوني وإذا هو كان تيرتشير أمين راح ينطيك سكندر أمين وإذا سكندر أمين راح ينطيك برايمر أمين زين ش بقى موطعتها شنو يجي زين من الآن H زين هذي طلع ش بقى بقى هذي هم راح يجي O H هنا ال H يطلع يصير سالب تجي آسر المزوجة تروح السالب زين يعني شح يكون عندك تكون عندك هاي حلقة الأوروماتية مرتبط بيها مرتبط بيها CH2 مرتبط بيها مجموعة كاربونيل تبقى CH2 1 2 1 2 3 4 تبقى CH تمام إذا شنو هذي 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 هاي مون ساتنا صارت انكسرت الآصرة اللي موجودة بين الهتيرو أتم والهتيرو سايكليك فراح تروح الآصرة هنا هم تكون شح يسالبه تجي اله ويعتأك راح بالنتيجة يكون لك NH2 اللي هو عبارة عن برايمري أمين طبعا هذا الشكل مرتبط بي زين يقول لك كيابة انه نفس العملية اللي صارت لك فوق راح حصلك هنا جو نحن نعرف انه اللي سايكليك ممكن يكون يعني اما يكون سكندري اما تكون تيرشاري راح شنو راح شنو تجي او H هنا اوكي زين طلعت ال H صارت شنو سالبة اجت آصرة مزدوجة اجت آصرة مزدوجة سين صارت اللي في جهة الآصرة الآصرة راح باتجاه ال N صارت عليها شنو سالبة انا مو عند ايش طلع اروح يامل الآن فتكون لك N H زائد مجموعة كاربوني لسي H3 لذلك راح حصير C H2 لان الكاربوني شبع بس بأربعة ننسي العملية جايت نعود يقول لك فورميشن أوف اللاكتوم ميتابولايت هتشوف شنو اللي اخذ نحن اخذنا عملية الـ Oxydation ترتشري الأليفاتك عارفا عرفنا ما سيحدث قلنا اصير الأليفاتك الألفاتك إلى الـ الألفا كاربون المتصل بالهتيرواتام اللي هو الـ الن انها تجاففنا علمي ملعبا وقلنا وأنا سوف ينطيك سكندر أمين أولا ينطيك سكندر أمين وقالنا ينطيك سكندر أمين وينطيك مجموعة كاربونية المجموعة كاربونية ممكن تكون ألداد ممكن تكون كيتوان حسنا نجي ندي يعني وشون يكون لك بالألساكلك هذا اللاكتم شون يكون لك اللاكتم اللاكتم الصراحة تقريبا وضحها هنا مثلا عندي رينج هذا الرينج بي أن شنو بي أن فأني بالأن ممكن أن يصير بيستيرتشري ممكن أن يصير عندي عمليات بشكل اللاكتم اللاكتم يمتى يتكون يتكون عندي اللاكتم من يكون الألفا كاربون للنيتروجين الألفا كاربون من يكون عندي ألفا كاربون نيتروجين هي الـ CH2 ممكن أن تكون عندي الـ CH2 شنو من تكون عندي إذا كانت شجته فراح أضيف لها عملية هذا هو أضيف لها O-H فمن راح أضيف لها O-H أهم نفس العام اللاكتم تتكرر يعني شوف ما أضيف لها O-H هنا الثانية 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 يصير سالب وهذا السالب يتحول إلى آسرة لذلك ينطي كيتون شنو ينطيني؟ ينطيني كيتون يعني بصورة أحضر من راح يتكون كيتون على التيرشري من يتكون عندك أسيطة هذا الـ H يبقى بس كيتون من راح يتكون لك كيتون على التيرشري اليسايكليك أمين أقول هذا الأكتم ميتابولايت شاقول علي؟ هذا الأكتم ميتابولايت يقول لك الألسايكليك تيرشري أمين ممكن تكون لك شنوى؟ تكون لك الأكتم ميتابولايت شون؟ عن طريق الألفا كاربون بس لازم الألفا كاربون تكون CH2 شرط بيها هاذا أوكسينايشن ريكشن آترينك كاربون أتم ألفا تو نايتروجين أمين على الأكتم ميتابولايت كمثالة نيكوتين هذا هو النيكوتين هذا هو نيكوتين طبعاً، ليش أنا ما قلت هذا الألفا كاربون؟ لأن هذه الألفا كاربون هي عبارة عن CH فمن نجي للنيكوتين هذه الآن من الألفا كاربون ومن الألفا كاربون لكن هذه الألفا كاربون هي عبارة عن CH هذه الألفا كاربون هي عبارة عن CH لذلك شنو راح اضيفاني راح اضيف اواتي هنا اناش تطلع وفترجو عن سالبة تجيها دبل بونت همين تضطيك هي نفس الانترميديات اللي تضطيكيها بعملية الوكسيديشن للترشري للترشري أمين عفا للترشري اللي فاتك أمين والليسايكلك أمين اللي هو الكاربون الكاربنول الكاربينول أمين مثل ما قلني راح يطلع ال H فينطيك شنوه فمن آن راح اشوف كيتون بالليسايكلي شنو اللي سايكلك معناها النايتروجين من ضمن الحلقة اذا من راح اشوف الكيتون موجود باللسايكلك أمين ترشري أقول علي هاذ شنو هذا الكتام ميتابولايت ان شاء الله يكون واضح حسا بعد ما اخذنا الوكسيديشن للترشري اللي فاتك واللسايكلك أمين وجينا لللسايكلك ترشري أمين اللي سونا عمت لقتا بميتابولايت حسنا نجي من للن اوكسيديشن يقول لك التحشري أمين ترشري أمين هاذا الترشري أمين هاذا الترشري أمين هاذا الترشري أمين تمام شون اللي يصير له يصير له اوكسيديشن يعني مثلا. مثلا نطقي الميبرامين هذا الام الله هذا الان كم الترشري أمين هاذا الترشري أمين series ولكن هذا الان بـ و إذا عملية الوكسيديشن الان اللي ما بها عادي الان ما بها اش ممكن انا سولي عملية اوكسيديشن شنو اضيف فقط شنو اضيف اضيف فقط هي هاي عملية اوكسيديشن المم للتيرشيري امين